بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبغاكاته أتمنى تكونوا جميعا على خير وبخير في صحة جيدة بإذن الله على الفاتح الفيديو تم الإعلان عن التسجيل بالنسبة للطلبة الجدود الحاصلين على باك 2021 وباك 2021 بكلية الأداب والعلوم الإنسانية عن الشق وهذا رابط للتسجيل بالنسبة للسنة الجامعة 2020-2023 وأن التسجيل قبلي ضروري عبر هذا الرابط نخلي لكم بإذن الله فيديو آخر أجل التسجيل هو 29 غوش 2022 بالنسبة للوتائق الضرورية سنرى في الإعلان بالنسبة للتوقيت إذاع الوتائق الأصلية المسبة للألمانية الإسبانية الإيطالية والترخ والحضارة الجمعة جوش شوتنبير الفرنسية والأمازيغية ثلاثة شوتنبير مسلك الجغرافية وإعداد المجال والدراسات الصينية خمسة شوتنبير علم الاجتماع والدراسات العربية الثلاثة أستة شوتنبير الدراسات الإسلامية سبعة شوتنبير مسلك دي الإنجليزية تاريخ المقابلة الشفوية المسبة للإنجليزية هناك مقابلة شفوية يعني هناك شروط للولوج إلى مسلك الإنجليزية قد يشوفها من بعد الخامس سمانية شوتنبير بدأ من الساعة التاسعة صباحا المسلك عين من نفس الجمعة السعود شوتنبير بالنسبة لتوقيت إذاع الملفات أو إذاع الوثائق الأصلية في المؤسسة بالنسبة لإعلان الوثائق المطلوبة للتجيل الفعلي بين البكالورية الأصلية أربع نصخ من البكالورية مصادقة عليها نسختين من البطاقة الوطنية مصادقة عليها أيضا جوج ديال الأدريفة متنبرة زي الظرف من الحجم الكبير ثلاث صور فوتوغرافية صورة رقمية مسجلة في قرص مدمج يعني يقدروها في السيدي نسخة من شهادة ديال التأمين ممكن لكم تزوروا هاد الرابط على شهادة مدرسة بالنسبة للطالب الرغمين في التجيل في اللغات الأجنبية كالإنجليزية الألمانية الإسبانية والإيطالية يعني يقدروه شهادة مدرسية أيضا بالنسبة لطبقاني دفتر دواب بيداغوجيا الخاصة بمسلك الدراسات الإنجليزية الأخصوم تكونوا ضروري عندكم النقطة لا تقللها 14 على 20 بالنسبة لانتحان وطني ديال المادة الإنجليزية هناك مقابلة شفاوية بالنسبة للغة ديال علم النفس الأخصوم ضروري الفلسفة والعربية والفرنسي يخصكم النقطة لا تقل عن 12 على 20 ودلوك نشف النقاط ديال هاد المواد يعني ديال الباكالورية شهادة عدم الشغل بالنسبة للطلب الحاسن على شهادة الباكالورية 2022 أحرار والذين يتجاوز عمرهم 23 بالنسبة لأقال من 23 يعني هذه الشهادة ما كيناش بالنسبة للمطبوع تشجيل قبلي عبر الأنترنت على البوابة ديال الجامعة الآن تديرو التشجيل القبلي وتحصلوا على مطبوع تشجيل الآن بالنسبة للوثائق الآن بالنسبة للروافد مثلا دراسات الإسلامية دراسات إنجليزية دراسات العربية دراسات فرنسية التاريخ والحضرة الجغرافية عملات مقاطعة الدار البيضاء أنفا يعني اللي عندهم الحق يديرو هاد المسالك هما اللي سكنين في عملات مقاطعة الدار البيضاء أنفا عملات مقاطعة الحي الحسني عملات مقاطعة عين الشق وإقليم النواسر نسبة اللغة الفرنسية إقليم جميع الأقاليم وعملات المملكة نسبة اللغة العربية جهة ديال الدار البيضاء أسطات جهة السوس مسا جهة العيون السقية الحمراء اقليم خريبقا اقليم الفقه بن صالح اقليم تنغير اقليم ورزازات بالنسبة لإسبانيا جهة ديال الدار البيضاء سطات اقليم خريبقا عملات مراكش اقليم قلعة سرغناء اقليم اسفي اقليم شيشاوة اقليم الحوز اقليم رحمنا واقليم اليوسوفية بالنسبة لألمانيا جهة ديال الدار البيضاء سطات جهة سوس مسا جهة العيون سقية الحمراء جهة دخلة ودي الدهب جهة دلميم ودنون إقليم ورزازات إقليم تنغير وإقليم زاقورة بالنسبة للإيطاليا جهة داربيضاء سطات جهة مراكش أسفي جهة سوس مسا جهة العيون السقية الحمراء جهة دخلة والدهب جهة دي القلميم ودنون إقليم خريبقة إقليم ورزازات إقليم تنغير وإقليم زاقورة هم اللي عندهم الحق يديرون دراسات إيطاليا بالنسبة للدراسات الأمازيغية جهة داربيضاء سطات إقليم بني ملال إقليم خليب إقليم أزيلال إقليم فقه بن صالح وبالنسبة للدراسات الصينية جهات بني ملال خنيف راج جهات دول بيضاء سطاج جهات مراكش أسفي جهات سوس مساج جهات العيون السقية الحمراء جهات قلمين ودنون جهات دخلة والذهاب إقليم زاقورة إقليم تنغير وإقليم ورزازات على هدهما الجهات اللي عندهم الحق يديروا هاد المسالك على بالنسبة لي عندهم مثلا مشكل في تجيل على يمكنكم تواصلوا على هاد الإيميل على هاد بريد إلكتروني على هاد المايل على بالنسبة لي تعضي عليه تأدية تأمين يمكنكم ترسلوا على هاد المايل على هنيا نفس الموعد أو الوثائق اللي أذكرت في الواجهة الأولى هذا كل شيء بالنسبة لهذا الفيديو كنتم من التوفيق للجميع ما تنساوه إذا أعجبكم فيديو دعمي بإعجاب للفيديو لأنه بيدعمكم نستمر اشتراك في القناة إذا كنتم أول مرة تشوفوا القناة والتفعيل جرس ليصلكم الجديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته